الحقيقة لما تتابع القمة الأفريقية الثانية في واشنطن هذه المرة كثير من المحللين السياسيين يرون أنها فرصة كبيرة فرصة لأفريقيا بأنه كل ما يطرح هذه المرة من الأجندة الخاصة بعشرين تلاتة وستين من الأرقام المطروحة من المبادرات من المساعدات هي فرصة حقيقي للنهود بأفريقيا وأنه إحنا كمان نضع أمريكا أمام التزامتها ووعودها بأنها تمد يد العون حقيقي إلى أفريقيا أعتقد أنه حتى الصورة التسكرية التي نرى عودة تانية دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية الصورة التسكرية التي نرى أنا أعتقد أن أفريقيا أحتفظ بهذه الصورة وكأنها سجل وسجل أمريكي وسيقة أتخذها طيب أنا أعود لنفس الموضوع اللي كنا نتكلم فيه عن موضوع ملف اللاجئين إحنا كنا تابعنا وقت قبل أن يتقلد الأمير تشارلز أما يصبح مريكا كان له رأي يعني كان هناك كده بعض المشاكل الخاصة باللاجئين إلى بريطانيا وبعين سمعنا بأنه كان هناك تفكير أن يتم ترحيل الراجئين السياسيين إلى بريطانيا إلى رواندا ويتم الاستضافة هناك والاهتمام بيهم وكذا أن يخرجوا من بريطانيا بشكل عام وأعتقد أن هذا كان فيه أيضا البرلمان يعني ما كانش موافق على هذا الموضوع وهذه يمكن من المرات التي تحدث فيها الأمير تشارلز سياسيا لأنه أنت عارف أن العائلة الملكة لا تتكلم في السياسة فكيف ترى ده يعني كيف ترى بأنه أنا أبدأ أستغل دول إفريقية بأننا أنقل فيها لاجئين لدول أوروبية يعني كيف ترى هذا الموضوع يعني هو منتهى ازدواجية المعايير في تعامل الاتحاد الأوروبي في ملف حقوق الإنسان واللاجئين تحديدا وأيضا استغلال أفريقيا في هذه العمال يعني أنت لما بتحاول يعني إحنا دلوقتي هنجد تأكيدا لكلام حضرتك هنجد أن فيه صراع شديد جدا ما بين الاتحاد الأوروبي وحكومة جورجيا ملوني في إيطاليا فيما يخص اللاجئين هناك رفض كبير جدا أو رفض تام من قبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ملوني وهي محسوبة على المين المتطرف في أنها ترفض تماما استقبال أي من اللاجئين داخل أوروبا وحاسنا أن هناك صدام كبير جدا ما بين رئيس مقرون من ناحية صحيح وما بين جورجيا ملوني من ناحية وكان واضح في حدثها في تقلد الحكم يعني كان لها حتى بعض العبارات النارية ضد فرنسا ضد فرنسا وضد الاتحاد الأوروبي صحيح وده بيظهر أن هناك ازدواجية في التعامل مع ملف اللاجئين وهيظهر أن الاتحاد الأوروبي أو القوى الغربية أو الدولة الغربية بشكل كبير اللي بتبحث بشكل كبير عن الشوء الإعلامي فيما يخص اللاجئين وحقوق الإنسان عندما تأتي على واقع الأرض بنجد أن التعامل يكون بشكل مختلف تماما عما يتم إطلاقه من تصرحات صحيح وبالتالي احتياج ملوني للاتحاد الأوروبي هو ما جعلها تتراجع نوعا ما عن هذه التصرحات العدائية تجاه اللاجئين على السنية لديها سوابت في التعامل مع الاتحاد الأوروبي وهي تضع الدولة الوطنية الإيطالية في المقام الأول يعني ما عندهاش مبدأ الاتحاد الأوروبي هي عندها دولة إيطاليا دولة إيطاليا هي وضحة في وضعها وبالتالي هي ترفض تماما دخول أيل من اللاجئين احنا بنشاهد دلوقتي بيتم وضعهم في معسكرات لاجئين ويعودوا فترات طويلة جدا وفي الآخر تلاقي دولة بتتصل تقوله ابعتلي خمسين ألف كأنها تجارة في البشر حقيقي وخلينا نتفق أنه حتى اللاجئ غير مصرح له بالعمل ده بيعاني معانا شديدة بتقدم لهم مساعدات عينية مساعدات من الأكل والشرب ولكن غير مصرح له حتى بالعمل وأحيانا حتى بعدم الدراسة ولا يؤكد لتصريح العمل وعدم الدراسة وعدم الدراسة ده بقى لو بصنا بقى الحقوق الإنسان اللي هم بيقولوا عليها وهات كده أي حد داخل الدولة المصرية غير مصري وشوف الدولة المصرية بتتعامل معه إزاي صحيح هو هنا بقى تتكلم على حق الإنسان لأن ده فقط بلده وفقط وطنه اللي هو سافر أوروبا ولا يستطيع إلا أن يتجه إلى أوروبا من وجهة نظره فعندما يذهب إلى هناك يتم المعاملة بهذه الكيفية ولكن عندما يأتي للدولة المصرية تفتح زراعة لتعليم لصحة لطعام لفرص عمل معاك الحقيقة واستغرب جدا من قضية حقوق الإنسان الأوروبية خليني أسميها أوروبية لأنها أصبحت يعني الصوت العالي في حقوق الإنسان وهم يفتقدون ده خليني أعود معاك مثلا إلى فرنسا يعني وقت الانتخابات الفرنسية لوبان أمام حتى كان ماكرون والحقيقة هي خسرت أكتر من مرة وهي كانت رفضة تماما تماما وهي رفضة حتى أهل المهجر ما يسمونهم من أهل المهجر إن هي تتعامل معاهم بشكل غريب جدا يعني فأعتقد إنه قضية اللاجئين وقضية إنه يعني عايز أقول يعني من يأتون حتى يعني كجيل تاني وجيل تالت يعني استقروا في دول أوروبية أيضا لا يتم التعامل معهم بنفس شكل المواطن مثلا الفرنسي العادي خالص ده بيتعاملوا كما قلت لحضرتك بيعتبروا مواطن درجة تانية وتالتة لا يعتبروا أبدا مواطنا فرنسيا وده واضح جدا من التعامل من خلال وضعهم في يعني معسكرات لاجئين وعدم منحهم أي فرص عمل الطعام بيوصلهم على سبيل المساعدات وبيقوموا فترات طويلة جدا ومن الممكن أن ترفض الدول إدخالهم ويعودوا كما أشرت حضرتك كان فيه مقترح بريطاني لفعلا لنقل هؤلاء اللاجئين الموجودين في المعسكرات إلى رواندا وبعض الدول الأفريقية وده دلالة واضحة على وكأن استغلال هنا أفريقيا يعني كأنه إيه يعني أنت تفرد في حقوق الإنسان يلا روحوا أفريقيا يعني وده واضح جدا ولو إحنا شفنا حتى بعض التوجهات الغربية من خلال إعلامهم تجاه المجتمع العربي دائما وأبدا أو حتى المجتمع الأفريقي دائما وأبدا هو يريد أن يحصل على المميزات من المجتمع العربي أو الأفريقي ويعني يبعد تماما السيئات أو لا يريد أن يحقق إلا المكاسب سواء السياسية أو الاقتصادية فقط أما الجزء الآخر من ذلك فده يعني لا يتحقق على وقع الأرض سواء السياسية